وللحديث عن تدعية سقوط طائرة البوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تنضم إلينا الزميل النجاة بوتف سوتنا في السوديو مساء الخير نجاة مساء الخير عبدالله وأهلا بكم مشاهدنا الكرام تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار أديسابابا ومقتل ركابها المائة وسبعة وخمسين هو ثاني حادث من نوعه في أقل من نصف عام بعد تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة لاينير الإندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا بقليل ما أود بحياة 189 شخصا حادثان دمويان أثار الكثير من المخاوف والشكوك حول مدى سلامة هذا الجيل الجديد من بوينغ 737 وفي انتظار ندائج التحقيق بشأن الحادث الأخير نقلت تقارير إعلامك عن محللية طيران أن محرك طائرة بوينغ 737 ماكس يقع إلى الأمام قليلا وأعلى قليلا بالنسبة إلى الجناح مقارنة بالنسبة النسخة السابقة وهذا يؤثر على توازن الطائرة وتواجه شركة بوينغ الأمريكية العملاقة المصنعة للطائرة والتي صرحت بأنها تثق في جودة الطراز الجديد تهمات بخصوص جيلها الجديد من بوينغ 737 مفادها أن العديد من تقنياتها كانت غير فعالة كحدوث خلل في التحكم ومشكلة تزويد أجهزة الاستشعار الطيارين بمحلومة غير متناسقة وللإشارة فإن طائرات بوينغ 737 التي تستخدم منذ خمسين عاما تحد أكثر طائرات نقل الركاب مبيعا في العالم وينظر إليها على أنها أكثر طائرات احتمادا أما النسخة الجديدة بوينغ 737 ماكس فقد دخلت مجال الخدمة عام 2017 هذا الصنف يتميز بمحركات أكبر حجما وأقل استهلاكا للوقود كما يستخدم في الغالب للرحلة القصيرة والمتوسطة وقد طلبت العشرات من شركة طيران الدولي كنحو خمسة ألاف طائرة من هذا الطراز وإلى حدود نهاية شهر يناير الماضي سلمت بوينغ أزيد من 350 طائرة من هذا النموذج الجديد لشركة الطيران وبالعودة إلى حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية لإثيوبيا قررت عدد من الدول كألمانيا والصين والعديد من الفاحلين في مجال الطيران في كل من البرازيل وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وأستراليا تعليق استخدام طائرة بوينغ 737 ماكس أما السلطات الأمريكية فقد فرضت على شركة بوينغ تحديل طائراتها 737 ماكس وطلبت إدارة طيران الفيدرالية أحد المنظمين الرئيسيين للنقل الجوي من المصنع الأمريكي القيام بتعديلات قبل نهاية أبريل في بعض البرمجيات وفي برنامج التحكم المسمى نظام تعزيز خصائص المنورة المصمم من أجل تفادي سقوط الطائرة وتشكل هذه التدعيات حسب شبكة بلومبرغ نكسة للشركة لشركة بوينغ التي بلغها مؤخرا قرار الشركة الإندونيسية لاين إير تعليق طلبكات إضافية من طراز زي 737 ماكس واتجاهها نحو اقتناء طائرات إيرباس هذا إلى جانب تراجع أسهم بوينغ بنسبة 14% في بورسة نيويورك شكرا على طيب المتابعة مشاهدين أعود إليك عبدالله شكرا لك زميلة نجات بوتفصوت على كل هذه التوضيحات